عمر السلية عامل سنة استثنائية بس هو ده عمر السلية هو ده عمر السلية كلنا فاكرين طبعا جوله في نهاية القرن الشهير قدام نادي الزمالك واللي فتح الطريق أمام فوز المارض الأحمر باللقب الأفريقي بعد غياب يمكن ده مساعتها سبع سنوات بالقاضية لو فاكرنا بتاعة أفشا كمان هدفه في النهاية العاشرة قدام كايزر الشيفز برضو كان في النهائي بالمناسبة السلية سجل للأهلي في آخر تلات نهائيات في دوري أبطال أفريقيا السلية فعلا من اللعيبة اللي بيحبوهم مدربين من اللعيبة الرجالة في الملعب عنده طقل عنده رزانة عنده كمان حاجة هادي جدا هادي جدا 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 مش من نوع اللي بينفاعل يعني أنا مثلا المشي اللي فات معلش انا هتكلم على حاجة معينة كده وبعدين نرجع للسلية ونرجع نشوف تقرير للسلية يعني كان فيه كرة في نص الملعب اتقطعت من أحد اللعيبة أنا عن نفسي لقيت رد فاعل لأنني غريب جدا بصيت على السلية في نفس التوقيت دوت لقيته هادي جدا جدا وبيتكلم كمان مع زميله اللي اتقطعت منه كرة أو لعيبها مش كويس بصورة إيجابية هو السلية السلية لعيب تقيل في الملعب لعيب وجوده مهم جدا في الملعب لعيب محتاجه كل مدرب في الملعب اتمنى للسلية الفترة اللي جاية يرجع لقومة مستوى اللي هي كانت وسطت للقمة في كاس العرب فعلا السلية لعيب لا غنى عنه في صفوف النادي الأهلي وفي صفوف منتخاب مستوى